الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن تكون ما محمد رسول الله لك قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رابع الذنب وقابل الدوم شديد العقاب للطول لا إله إلا هو الحمد لله وحده ولا نبي بعد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبه ورسوله وصبيه من خلقه وخليده نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحظ ظلم وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صد عليه في الأولين صد عليه في الآخرين صد عليه في الماء الأعلى إلى المدين إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صدوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشبر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعلم يا الله وإياكم من حال أهل النار ثم أما بعده أيها الإخوة أيها الإخوة المؤمنون لعل الإبتلاب الذي مررنا به شعرنا خلاله بأمس الحاجة إلى أمر معين شعرنا بأمس الحاجة إلى ماذا للإصطلاح مع الله تبارك وتعالى لعل أول شيء يفرد نفسه فهو الإصطلاح مع الله تبارك وتعالى تلك الخلوة التي مررنا بها جعلنا نعيش مع فكرتنا ونطرح السؤال على أنفسنا ما حالنا مع خالقنا إذن نحن بأمس الحاجة إلى الإصطلاح والمصالحة مع الله تبارك وتعالى نسمع بكثير من المصالحات المصالحة الوطنية والمصالحة الإقليمية والمصالحة الدولية والمصالحة السياسية والمصالحة بين الفرقات السياسية هذه نسمع بها لكن هناك مصالحة أولى وأعظم إنها المصالحة الروحية المصالحة بين العبد وربه أولا يجب أن يعلم أولا أن من أعظم أسباب المصاقب والمحن والنكبات والابتلاءات فهو الإعراض عن الله تبارك وتعالى والبعد عن الله تبارك وتعالى فتلك الفترة التي قضيناها مع أنفسنا ربما أشعرتنا ببعدنا عن الله وأشعرتنا بشدة حاجتنا إلى المصالحة مع الله تبارك وتعالى إن من أسباب أعظم بل أعظم أو من أسباب من أعظم أسباب الابتلاءات والمصائب البعد عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أحشرتني أعمى وقد كنت بصرة قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا ومن يُعرض عن ذكري ربه يسلقه عذابا سعادا لكن أعظم أسباب المصائب والهمون والغموم بُعْدنا عن الله هذه البولة donc chers frères et sœurs peut-être pendant le confinement nous avons bien senti une chose et ce repli sur soi pendant le confinement nous a permis justement de faire ce constat c'est que nous devons faire cette réconciliation avec Mata Barakota les réconciliations on entend parler de beaucoup de réconciliations réconciliations nationales régionales politiques réconciliations entre partis divisés mais on n'entend pas parler d'une réconciliation spirituelle certainement nous avons besoin de cette réconciliation de ce rôle réconcilié avec Mata Barakota la première des choses il faut savoir que parmi les causes principales majeures de nos soucis de nos problèmes et être loin de Mata Barakota de se détourner de Mata Barakota ça c'est parmi les causes majeures de nos problèmes de nos épreuves Mata Barakota et celui qui se détourne de mon évocation il aura une vie pénible et le jour du jugement il sera ressuscité aveugle il dira Allah pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle alors que je t'y voyais Allah il dira tout simplement parce qu'on t'a donné nos signes tu nous as oubliés aujourd'hui on t'oublie quand t'as oublié nos signes donc c'est le premier point donc parmi les causes de nos épreuves de nos malheurs c'est de se détourner de l'évocation d'Allah donc on a d'où l'importance on a besoin de cette réconciliation et donc d'où l'importance et donc on a besoin de l'eau et s'ils restent sur la droiture de leur donnant de l'eau de source de l'eau دواعي المصالحة والإصطلاح مع الله تبارك وتعالى لماذا نصطلح مع الله تبارك وتعالى ما هي محفزات الإصطلاح مع الله تبارك وتعالى نصطلح مع الله تبارك وتعالى أولا لأنه ضمانة الفلاح بالإصطلاح مع الله تبارك وتعالى نفز بالفلاح نكون من المفلحين قال تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَارْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّرَ الَّذِي زَكَّرَ نَفْسَهُ إِسْطَلَحَ مَعَ فِدْرَتِهِ إِسْطَلَحَ مَعَ نَفْسِهِ وَمِنْ فَمَّ إِسْطَلَحَ مَعَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى quels sont les motifs de la réconciliation dans cette ville d'ici bas et dans le dos là اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى il dit revenez tous vers Dieu afin que vous réussissez وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ إِسْطَلَحَ مِعَ pour vous qui avez cru retournez tous vers Dieu vers اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى avant d'avoir la réussite هذا الدافع الأول إذن تحقيق الفلاح ثانيا لماذا نستطلح مع الله ليكفر على سيئاتنا ويربح ذنوبنا يا أيها الذين آمنوا دوه إلى الله دوبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحيا الأنهار إلا الذين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفور رحيما والذين إذا فعلوا فاحشته أو ظلموا أنفسه ذكروا الله فاستوخروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربه وجنات تجري من تحتها الأنهار قارب بها ونعم أجر العامل إذن الدافع الثالي يستعرح مع الله تبارك وتعالى ومن يستعرح ومن يستعرح إذا فلق قل ما طل По 노� ومن يستعرح يستعرح ومن يستعرح ومن يقل يفصل وreckل ومن يستعرح فيzamنا ومن يستعرtt لكي ترجمة نانسي قنقر ثالثا ما هو الداعي للإصطلاح مع الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رحيم رحيم ومن ثم نفوذ برحمته حتى نكون في ضد رحمة الله تبارك وتعالى ونحن الآن في رحمته نحن من الذين رحمهم الله فكثيرا من الناس فاتقضوا وهلتوا في هذا الوباء الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة الحياة لأنه من رحيم إذن نعوذ إلى الله ونصطرح مع الله لنفوذ برحمة الله الله تبارك وتعالى يقول فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ومن ثم الأنبياء هو أنهم أعلموا الناس أعلموا الخط بالخالق حول الشعيب عليه السلام قلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ومن ثم nous devons nous réconciler avec الله تبارك وتعالى tout simplement parce qu'Allah est miséricordieux pour qu'on puisse avoir la miséricorde d'Allah تبارك وتعالى et je dis repentez-vous vers الله تبارك وتعالى إن ربي رحيم ومن ثم رابعا لماذا نستالح مع الله تبارك وتعالى ما الدافع والداعي إلى الإستلاح مع الله تبارك وتعالى لأن الله يفرح بذلك الله يفرح حينما نستالح معه كما ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِدَوْلَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ خَرَجَ فِي فَيْفَلَاتٍ أَوْ ضَلَّ فِيْفَلَاتٍ مِعَ رَاحِلَةٍ فأتجع قليلاً أو نام قليلاً ثم استيقض ففقد الراحلة وعليها زاد طعامه وشرابه فأيس منها فقال أتجع أيس من راحلته وأيس من الحياة فلما أفاقد براحلته بين عينيه أو أمامه وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب أخطأ من شدة الفرح فالله تبارك وتعالى حين تسترح معه وتعود إليه أشد فرحاً بك من هذا الذي ذهب في صحراء وفقد راحلته وعليها كل شيء أي سبيل الحياة فلما استفق وجدها الله أشد فرحاً بك حينما تعود إليه وفقد راحلته وفقد راحلته وفقد راحلته وفقد راحلته وفقد راحلته سيكون الله تعالى لا يمكنه سيكون لذلك صحيح فيديوه مره أنه ماذا سعيد سيكون دائما سعيد ساعد سعيد 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 فيها وعلى يدعيه الغذب وعلى لاحقه لديه ويسنطلل وسبباً، يدعيه ساعدة، يدعيه في الشيخ، يدعيه في حياة يدعيه في اردعه وحياة، يدعيه في الحياة على حياة، وحياة يدعيه في الحياة avec sa menture et sa boisson il dit tellement il était très content très joyeux il dit oh Allah tu es mon serviteur et je suis ton signage il a fait l'erreur tellement il était très très content alors Allah quand tu te réconcilies avec lui il sera plus content que ce monsieur là qui s'est désespéré du laf خامسا لماذا نصلح مع Allah تبارك وتعالى لأن يد الله مندودة للصلح يد الله مندودة لنا مندودة إلينا مندودة للصلح لا تنقطع ولكن نحن للأسف أي دين منكفة أو منقطعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالدين ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء النهار حتى تبع الشمس من مغربها يعني يعني في كل الدهر يد الله مندودة لنا لا تنقطع حتى نتصالح معه فهل لا تصالح مع الله تبارك وتعالى الذي يقول في الحالي في القدس إذا ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي بما اخترطته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنواف حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه ليسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن تقرب مني شدرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه بعد وإن أتالي يمشي أتين دوه هروالة سا ما عند الله نوية عند الله جولي لك سلبي يجب أن يكون فيه لأنه يكون فيه في الأموية أو الأموية هذا الدفع الخامس من دوافع المصالحة مع الله آخران وليس آخران نستعيح مع الله لماذا؟ حتى يرفع عنا المصائب ويرفع عنا الابتلاءات ويفرج عنا الكرب وينزل علينا ماذا؟ البركات ونحن في حاجة إلى رفع المصائب وجلب البركات ورفع الهموم والغموم قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا وانتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم مقاب التوراة والإنجيلة وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجوهم نحن بحاجة إلى رفع المصائب وتنزيل البركات وتنزيل البركات في هذا الزمن العصيب الذي يعجوا بالمدلهمات ويعجوا بالمصائب والنكبات تفريج الكرب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناه بلاحين قوم يونس لما رجعوا يصطلحوا مع الله في الأول لم يؤمنوا لذلك غادرهم النبي يونس عليه السلام لما بعطوا الله عليهم شبه عذاب أو رقوا أن هناك عذاب أو توهوا أن هناك عذاب آمنوا لما آمنوا كشف الله عنهم الغم والهم ومتعهم بالبركات والخيرات إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ثم تأمل في قصة هذا النبي نبيه يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهل مغاظما فظن أن لن نقدر عليه فنادك الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اصطلح مع الله اصطلح بعد جفا اصطلح مع الله تبارك وتعالى فماذا كانت النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجد مؤمنين كل من اصطلح مع الله تبارك وتعالى سيكون مصيره مصير يونس عليه السلام فلنعود إلى الله تبارك وتعالى ونصطلح معه ثم أخرى شيء يموتى فرزان ورقات من دوست ويكون سيديا بك الله تبارك وتعالى سيكون الله سيديا 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 منهم اميمين سيديا 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 سيدان وعلى الله سبحانه وتعالى قال الان من قبل الان الاحمان اعليه السلام انه من خلاله وسلم مع الله سبحانه وتعالى اَلُعَيْهُ weُمْ هُ شَاتِيمُ وَهِمَنُوا لَمُّوا لَوَنُوا لِيَا وِمَا يُعمُوا لِيَا وِغْهُ لِيَا تَعْيَنُوا لِيَا سواد Pig mansion مع الله سبحانه وتعالى تَعْيَمُوا لِيُنْفِرْلِ ويقول بهذا الكثير ويقول صلى الله عليه وسلم عندما قال الأولى يا الله وأنت سبحانك لينكم من الظالمين ويساعدوا مع الله تعالى فإن الله سألتك وكذلك يساعدوا من رؤية المؤمنين عندما يساعدوا مع الله تعالى أسأل الله بإجعلني وإيكم من الذين يستمعون القولة فإمتبعونا أحسنه والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا عرض ظالمين وأصدق ومسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلام من دائمين متلازمين لا ننسى في هذه الفترة العصيبة البدعية أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يحمينا وأن ينجينا ومن أشهر الأدعية التي تفيدنا هذه العيام أدعية تفريج الكربات مثل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم العليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم أهدنا في من هديك وعافنا في من عفيت وتولنا في من توجيك وقلنا وصرف عنا شرنا قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا ودعليك اللهم ارحمنا فإنك بنا رحم ولا تعدلنا فإنك علينا قادر اللهم فرج عنا الكربات اللهم فرج عنا الكربات اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء يا نرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كبه إلا قرجته ولا ضادت إلا هديته ولا غريبا إلا أعدته وحفظته برحمتك يا أرحم الراحلين اللهم صدي على المحمد وعلى المحمد كما صديت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على المحمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيس سبحان ربك رب العزة عم يسفون وسباب عن الموصلين والحمد لله رب العالمين